أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من العاصمة التليدة مسقط إلى الشموخ مسندم هناك حيث الزميل عقيل بن عماد الكمالي ليطلعنا على مختبرات الشباب لتطوير وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب في محافظة مسندم صباحات الخير لك يا عقيل وأهلا بك أنت وضيوفك الأكارم وفريق العمل هناك معاك في مسندم ولكم الصوت والصورة صباح النور أخي محمد أهلا وسهلا بك وصباح النور أيضا إلى جميع الزملاء هناك في الاستوديو وتحية طيبة إلى جميع المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح معنا الموضوع اليوم هو في المختبرات التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب هنا بمحافظة مسندم حيث تطلع هذا الموضوع لأخذ بآراء الشباب ومقترحاتهم نحو تحقيق رؤية عمان 2040 فلمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع استضيف معي الفاضل سعيد بن خلفان العبري مقدم الورشة هنا بمحافظة مسندم أخ سعيد أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير صباح النور أخ عقيل وصباح النور بالمشاهدين الكرام على قهوة الصباح نتمنى لهم صباح جميل ونحييهم من محافظة مسندم جميل جدا بالبداية نريد أن نتحدث بشكل عام في أي من مراحل وصلت الاستراتيجية الوطنية للشباب الاستراتيجية الوطنية للشباب هي مشروع وطني كبير قائم على التفاعل الكبير الذي سيكون بين الشباب والوحدات الحكومية في المستقبل الاستراتيجية انتهت من مرحلتين وهي الآن في المرحلة الثالثة بعد أن تم وضع الحقر الأساس لهذه الاستراتيجية ووضع رؤاها المقترحة وأهدافها المقترحة تقام الآن وفي هذه الأيام منذ الرابع من سبتمبر ولغاية 14 من هذا الشهر ورش تخصصية في جميع محافظات السلطنة تحرص هذه الورش التخصصية على مراقعة ما تم وضعه في حقر الأساس ليتم بعد ذلك القلوس مع الخبير المقرر ليكون هناك بعدها الاعتماد وإن شاء الله الانتقال بها إذا مرحلة التنفيذ جميل جدا كيف كان الإقبال على الحضور هنا بمحافظة مسندم ومشاركة الشباب هنا في حقيقة الأمر الإقبال في محافظة مسندم كان جدا جميل فنسبة وتناسب إلى عدد السكان وعدد الشباب الموجودين في هذه المحافظة كان الإقبال كبير جدا حيث أن عدد المشاركين تقاوز المئة شخص من النساء ومن الشباب والشابات حيث أن المشاركين كانوا ذوهمة عالية كانت لديهم أفكار متوقدة كانوا شعلة نشاط حاولوا طوال يوم الورشة في تقديم كل ما لديهم من طموحات وآمال أفكار وغيرها من المقترحات وكذلك مراقعة تلك الرؤى ووضع العديد من المقترحات والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي إن شاء الله نؤمل معهم ومع الزملاء في المحافظات الأخرى أن تثري هذه الاستراتيجية إن شاء الله في قادم الوقت هناك كانت عدة محاور في الورشة فإذا تذكر لي بعض من هذه المحاور الموجودة نعم هناك عدة محاور في هذه الورشة تضمنت الورشة أربعة محاور رئيسية المحور الأول كان مراقعة الرؤى التي وضعت لهذه الاستراتيجية ومن ثم انتقلنا إلى الأهداف الاستراتيجية وبعدها انتقلنا إلى المبادرات والمشاريع الشبابية التي يمكن أن تخدم الشباب خلال المرحلة القادمة من بداية وضع الاستراتيجية إلى نهاية عشرين أربعين وكذلك في النهاية قمنا بمراقعة شاملة لما يمكن أن تضاف أو ملاحظات يمكن أن تضاف لهذه الاستراتيجية الحضور كان لهم دور كبير وكان لتفاعلهم كبير في إخراج ما يمكن إخراجه من أفكار لهذه الاستراتيجية كان توزيع المشاركين أو الشباب أو الشابات هل كان عشوائياً أم هناك على حسب كل واحد وفكرة أو كل واحد في مجاله طبعاً القميل هنا في محافظة مسندم وأتوقع أن هذا أيضاً في باقي المحافظات أن المشاركين كانوا من مختلف هي مختلف الاهتمامات ومن مختلف التخصصات فتم توزيع المشاركين على اهتماماتهم تم توزيع المشاركين على ميولهم والتخصصات التي أتوا مها في الرؤى أو في المحاور الستة لهذه الورش والحمد لله رب العالمين كان التوزيع نسبياً متساوي قدر الإمكان ولكن بعض المحاور طبيعي أن لا تلقى ذلك الإقبال الشديد بسبب تخصصيتها الكبيرة جميل جداً ما هي المخرجات راح تكون من هذه الورش وكيفية الآلية بفرزها بعدين أو مثلاً إذا كان الشباب هنا طرحوا بعض الأفكار هل يؤخذ بها بشكل مباشر أم هناك آلية معينة هو في حقيقة الأمر سيتم جمع هذه المخترحات التي أخذناها سواء حول الرؤى سواء الإضافات التي أضافوها الشباب في الهداف الاستراتيجية وأيضاً المشاريع التي اقترحوها في محافظة مسندم أو للقطاع الشبابي في عموم عمان وسيتم مراقعتها من قبل الفريق وأيضاً مراقعتها مع المقترحات التي أتت من باقي المحافظات بعد ذلك سيتم صياغتها في شكلها النهاي لمناقشتها مع الخبير المقرر إن شاء الله نأمل إن شاء الله أن تكون الكثير من الأفكار والرؤى أن تقرر وأن يكون لها دور كبير هنا من محافظة مسندم بسبب الأفكار الجميل التي حصلنا عليها إن شاء الله شكراً لك سيد سعيد على هذه التفاصيل ونلتقي إن شاء الله مجدداً وشكراً لكم ونتمنى التوفيق للشباب في إعداد استراتيجيتهم وبكل تأكيد هي أتت لتكون مشاركة مجتمعية ومشاركة شاملة ما بين الشباب والحكومة أتمنى التوفيق للجميع وشكراً جزيلاً لك مرة أخرى شكراً لك شكراً لك إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء حول موضوع المختبرات التخصصية للإستراتيجية الوطنية للشباب هنا بمحافظة مسندم وكما نعلم أن دور الشباب مهم جداً في تحقيق رؤية عمان 2040 وبعزائم الشباب تنهض الأمم ومن هنا من محافظة مسندم ننتقل بالصوت والصورة إلى الزميل محمد كمالي من هناك من محافظة مسندم أنت وضيفك الأكارم وفريق العمل معك شكري لكم هذه الوقفة الطيبة نهار سعيد نتمنى أهلكم أنتم أيضاً مشاهدين الأحبة تقرير قصير ولنعوداً مع فقرتنا الحوارية القادمة فابقوا معنا